في بعض الحقن الموجودة دلوقتي في السوق بتنوب عن الإنسولين وفي بعضهم خد أبروف من الـ FDA أنه ينفع الناس تستخدمه كدوة تخصيص هل ده بيأثر سلبيا على السكريات في جسمنا فبالتالي على البانكرياس مثلا؟ خلالي نقول أنه دي طفرة في علم التغذية يعني عمتا أنك تلاقي دوة بيتصنف أنه دوة تخصيص فدي حاجة كويسة جدا فدي خلينا أننا بنتعامل مع الكاتجري ده من الحقن بصورة أمان شوية بس هل يبقى أنا أقدر أروح الصيدلية أقول أنا أمحتاج الحقن دي عشان أبتدي أخذ الجرعات بتاعتها؟ هنا المصيبة الكبرى لأن أنت بالسهولة جدا الناس بتبقى زيما أولتلك يا معتقد أن السكر العالي هي المصيبة لا السكر الأولي مصيبة أكتر يعني الهايبو جليسيميا دي مشاكلها وأضرارها والأعراض اللي ممكن تظهر عليك أشرس بكتير فبالتالي التعامل معها بعشوائية بيبقى مضر لازم تحت الشرف طبيب لأن أنت بتاخد جرعات وجرعات منتظمة في منها بعض الحوان بتتاخد أسبوعيا وفي بعض الحوان بتتاخد يوميا وبالجرعات بتبتدي من أول ربع ملي جرام بتوصل لغاية واحد ملي جرام فأنت التدرج ده لازم دكتور عشان يقدر يحدده لك عشان تقدر توصل في الآخر إنك تخس صحتك تفضل كويسة البنكرياس ما يتأثرش على المدى البعيد الحاجات دي كلها تفضل كسبان أنت تخرج من التجربة كسبان لكن عشان تبدأ تستعيد عن جسمك وعن نظامك الغذائي بالحوان لا ودي بتبقى لها نوعية معينة من الناس يعني مش كل الناس يعني ما ينفعش حد مثلا ميزانه فضله 3-4 كيلو وأبدأ أقول إن أنا محتاج إن أنا أخذ الحوان دي أو أفكر في القصة دي لأنا ممكن أقول شخص ميزانه كبير وحتاج زقة معينة في وقت معينة والحوان دي بتبقى مؤثرة فترة زمنية ولا شغالة معي طول ما أنا ملتزم على خطة تغذية سليمة معها لأن في بعض الأبحاث أو بعض الناس اللي بتكتهد وتكتب يالي بيقولك عند خمسة كيلو تقف لا الفكرة كلها مش فكرة خمسة كيلو إحنا لو هنشبه الموضوع بعربية مثلا لو العربية دي مطورها بايز وأنا جيت زقتها هي الزقة بتاعتي هتمشيها شوية وهتقف لكن لو المطور شغال وزققتي هتمشيها شوية والمطور يشدها بقى وتجري هي دي الفكرة الحونة بتزقك الزقة محفز محفز ليك ده نفس الفكرة كلها في كل ما يخص العامل المساعدة في التغذية العلاجية أو في عمليات نزول الوزن هي بتزقك الزقة وكل حاجة بتزقك بطريقة معينة في سكة معينة بقوة معينة صحيح تمام؟ وكل ما زادت القوة برضو عشان نقطة الناس تبعى عارفة النقطة دي مهمة جدا كل ما زادت قوة الزق كل ما كانت فرصة رجوعك للوزن تاني بنفس السرعة وبنفس القوة هي دي الفكرة فانت الخمسة كيلو لا هي بتزقك في ناس تجيب معاها عشر كيلو في ناس تجيب معاها خمساشر كيلو لأن هي ما بتخصصش هي بتنظم آلية معينة المفروض ان الآلية معينة دي تحطك على تراك نزول الوزن وبالتالي انت تقدر تستمر بعد كده أو تعدي الفترة الصعبة اللي بتبقى في الأول وبتساعدك بصورة كبيرة جدا بس زي ما بتراك انت دايما سلاح الأمان مهم جدا في العامل المساعد لأن للأسف أغلب أدوية التخصيص اللي كانت في الأول اللي هي بتشتغل مباشرة على التخصيص للأسف كلها سيئة وسمعتها وحشاني صحيح ترجمة نانسي قنقر